دائماً الناس الإخوة العابرين الجداد دائماً بيسألوني نصلي إزاي؟ نصلي إزاي؟ فالحقيقة إنه الرب وضع على قلبي إنه أصلي معاكم ويكون عندنا فكرة عن الصلاة في كل مرة بنتقابل مع بعض في آخر كل حلقة المسيح، التلاميذ سألوا المسيح في يوم من الأيام يا رب كيف نصلي؟ مع إن التلاميذ دول كانوا بيصلوا قبل كده لأنهم كانوا بيروحوا كانوا يهود يعني عندهم صلاة كان عندهم ممارسات معينة بيعملوها أمام الله لكن هما كمان كانوا زيكم كان عندهم تقس وتقليد وخرجوا من هذا التقس والتقليد إلى حضرة المسيح الإله الحقيقي عرفوا إنهم عندهم عهد جديد وعلاقة فريدة مع الله فزي كده ما أنتوا بتسألونا الأسئلة دي إنه يعني نصلي إزاي؟ هما كمان كانوا عايزين يبقى عندهم هذه العلاقة الفريدة مع الله فسألوا المسيح فلما المسيح رد عليهم يا رب قالوا له إحنا يا رب نصلي إزاي؟ ده كان تعبير عن اشتياءهم لأنهم يكونوا يقتربوا من الله فالمسيح قال لهم إيه؟ عطتم كده على أول الطريق وقال متى صليتم؟ فقولوا أبانا الذي في السماوات النهاردة أنا عايز أقول لك وقول لك إنكم تستطيعوا اليوم كأناس اعتنقوا أو مشوا مع المسيح إنكم تعترفوا وتقولوا للعالم كله إنكم أبناء هذا الإله أنتم غليين على قلب الله وتقدروا تستطيعوا إنكم تخطبوا هذا الإله وتقولوا يا أبي الذي في السماوات هي دي طبيعة محبة الله لكم الله بيحبكم كأبناء فلما تخطبوه خطبوه كأبناء أنتم لستم بعد عبيد خلينا نصلي مع بعض نقول يا أبانا الذي في السماوات يا رب أنا بشكرك من كل قلبي إن أنت تراني كأبنة ليك النهاردة وإن أنت حررتني من عبودية التقوس المزيفة الفارغة اللي كانت في حياتي يا رب النهاردة حرر قلبي وفكري وإملاني معرفة بحبك إملاني معرفة بشخصك علمني كيف أعيش حياة البنين للعبيد واعطي يا رب كل المجد ليك وحدك في حياتي يا رب علمني أن أعيش لك وليس لنفسي لذاتك لشخصك لحبك لمجدك وليس لي الكتاب بيعلمنا أنه ليس لنا ولكن لإسمك تعطي مجدا يا الله أمين النهاردة إذا كانت دي صلاة قلبك الله حيمشي معاك الخطوات دي ويبتدي يتعامل معاك ومعاك كأبناء كجزء من العائلة الإلهية لو دي كانت طلبة قلبك النهاردة أنت حياتك اتغيرت بالكامل وفتحينيك لأن الله حيديك حاجات غير عادية تغيير حقيقي جزري لأن الحياة مع المسيح ليست ممارسات ولكن حياة حقيقية مليئة بالمعجزات والفرح والسلام حتى ولو كنتم في وسط الضيقات أشكركم أحبائي على المتابعة والمشاهدة النهاردة أصلني من أجلكم دائما وصلوا أنتم أيضا من أجلنا وإلى اللقاء في الحلقة القادمة